موسيقى قال يسوع طوبة لعيونكم لأنها طرى أي أنها استنارت واختبرت نور المسيح وهذا الصراع منذ القديم أول جملة قالها الله في الكتاب المقدس وقال الله ليكن نور فكان نور وفصل بين الظلمة والنور في العهد الجديد مكتوب لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح فهو نور الخليقة وهو نور الفداء نور الاختبار نختبر حضور المسيح في حياتنا فنتجدد فتستنير حياتنا تستنير عقولنا تستنير أذهاننا فطبعا نستطيع أن نقيم ونميز الأمور المتخالفة المسيح طبعا بعلم أنه الثروة طبعا الثروة الفاسدة تفسد أو تستعبد الزهن لكن العين هي اللي بتوجه الأفكار يعني العين قادرة على التركيز إذا العين شريرة بتشوف الأشياء مثل ما ذكرت مزدوجة إذا كان الهدف في حياتنا الحصول على المادة فقط فهذا يعني قلبنا أو ما في داخلنا يكون ظلام فنور النفس عادة هو الضمير وهو البصيرة أيضا فالعين النيرة العين اللي اختبرت يسوع المسيح فطبعا كل أمور هذا العالم وكل طبعا جواهر هذا العالم لا تعني شيء لأنه الإنسان مستنير عنده أمور أعظم وهدف أمجد في الحياة من الأمور المادية اللي بتفسد الإنسان والعالم أو نظام العالم الشرير اللي بيبعدنا عن معرفتنا أو اختبارنا الحقيقي لأله فبيتكلم أنه سراج الجسد هو العين إذا كانت العين بسيطة مستنيرة نيرة فطبعا هذا النور يدخل ويعكس في الجسد فكل الجسد يصبح نير ويصبح مستنير أيضا أحبائي ابقوا معي سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر